بلاحظ في بشارة يحنى في الإنجيل المقدس أن يحنى بيظهر مجد المسيح بيظهر لنا هوية المسيح منه سواء تكلم عنه كإنسان بيظهر عظمة المسيح كابن الإنسان أعظم من أي شخص بيتكلم عنه بتشوف إعلانات عن المسيح كنبي لكن برضو بيظهر مش بس إنه نبي أعظم من نبي وخليني بس يمكن أتعلق على الآيتين اللي هي في يحنى أربعة لما المرأة السامرية مش من شعب الله تعتبر غريبة الجنس ونجسة في حسب العرف اليهود أو الشريعة فقالت له أرى أنا كنبي وبعدين المولود أعمى في يحنى تسعة لما سألوه قال إن هو يسوع نبي فمن فضلك حدثنا عن الآيتين دول يعني هنا بنشوف يحنى أربعة ويحنى تسعة وأضيف إليهم أيضا يحنى ستة لما أشبع الجموع ويحنى سبعة المرتين اللي أشرت إليهم المرأة السامرية المسيح في الحقيقة أعلن لها ذاته أنا بدي الماء الحي قالت له سيد ما عندك شدل والبقر عميق من أين لك الماء الحي قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعتش أيضا ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعتش إلى الأبد وبعدين استمر في الحديث معها إلى أن وصل إنها قالت له أنا أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح يأتي ولما ييجي ذاك هيخبرنا بكل شيء فقال لها المسيح أنا الذي أكلمك هو والمرأة تركت جراتها وذهبت إلى كل العالم البلد بتاعتها سخار وبعدين رجعوا أهل المدينة وقالوا المسيح العبارة دي لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن بل نحن قد رأينا وعرفنا أن هذا هو المسيح مخلص العالم ده بالنسبة للمرأة السامرية اشتركوا في القناة